السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يسعد وقتكم متابعي مطبخي مطبخ خكلات شامية ان شاء الله تكونوا بخير على طوم اخواني وصفتنا اليوم هي لطريقة تحضير الميونيز بالبيت طريقة كثيرة سهلة وسريعة بداية واحدة بس بيكون عندك ميونيز جاهز اطيئ من المطاعم وانضف بكتير فخليكم معي الاخر الفيديو لتشوفوا طريقة تحضير الميونيز بداية واحدة بداية اخواني بتخلاط الكهربائي منضيف البيت طبعا المقادير وانضيف الملح والفلفل الابيض وانضيف الخردل هذه الطريقة مضمونة 100% طريقة سهلة وسريعة لتحضير الميونيز بالبيت طبعا تجاهزوا تازة او طياب بكتير وانضيف الثوم الثوم اختياري فيكم نضيف سنين توم وانضيفوا تستنون عنو نخرط المكونات كتير منيح بعد منها نضيف بالزيت النباتي من نصف كمية الزيت النباتي على شكل خيط مثل ما كون شايفين بالفيديو حتي يتماسك الخليط ويصير قوامه قوام كريمي وننزل مثل ما قلت لكم بس نصف كمية الزيت النباتي بعد منها نلاحظ ان الخليط بدلا يتماسك بدلا يصير قوام كريمي فهلا نضيف خل التفاح لماذا نضيف خل التفاح بالنصف لم نضيف كمية الزيت مباشرة لانه هون حرات البيت تكون ارتفعت على الخلط فإذا ارتفعت كتير حرات البيت يعطيني زنخة انا مشان اتخلص من الزنخة بوقف الخلط وضف له الخل برجع وضف له الزيت النباتي كمان على شكل خيط وبخلط لحتى يتماسك الخليط تماما ويصير عندي المايونيز جاهز مثل ما شفتوا طريقة تحضيره بسهلة هذا المايونيز ممكن تحضروه بالبيت بضيئة واحدة قوامه رائع كتير طعمه كتير خيالي طعمه خرافي اطيب من السوق كتير اذا اعجبكم فيديو لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر رجالة سيصلكم كل شي جديد لا تنسوني من صارع دعاكن انا الشريف عدي بحييكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر